مشاهدين في موضوع داعش وما كان ينتقده في السابق فيما يتعلق باستخدام النساء في الحروب وتغيير رأيه في الآوينة الأخيرة بسبب طروحات عدة تقول البعض منها يقول بأنه بسبب قلة مقاتليه بسبب الخسارات المتتالية التي مني بها في الآوينة الأخيرة نناقش هذا الموضوع وماذا يعني مع الدكتور علي العلاني الخبير في الجماعات المتشددة الذي ينضم إلينا من تونس عبر الأقمار الصناعية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور علي بازدواجية المعايير مصطلح لطالما تعودنا عليه منذ توغل هذا التنظيم الإرهابي في أكثر من بلد ولكن تغيير التكتيك هنا الذي كان يعد يعني خطا أحمر بالنسبة للتنظيم على الأقل في مكان يدعيه ما سره الآن؟ بطبيعة الحال بالنسبة إلى داعش منذ فترة بدأ يحاول أن يؤكد أن عملية انتداب النساء إلى الجهاد هو ما تسميه طبعا بالجهاد يعني نحن نعتبره بالإرهاب وجدوا له فتاوي كثيرة بالرغم من أن هذا الفكر في الأصل ينظر نظرة دونية للمرأة ولعل الظروف الصعبة التي يعيشها داعش بعد حرب الموصل وحرب سوريا حتمت عليه أن يغير من فتاوي وأن يؤكد على دور المرأة في العمليات الإرهابية التي يقوم بها ولكن كان بأدوار مختلفة عما يطلبه الآن ما الأسباب التي تجعله يطلب هذا؟ كان محصورا يعني بل أعرف إذا استمعت التقرير قبل الفاصل محصورا بتحريد الرجال على المقاتلة ومتابعة بعض الأمور والجلوس خلف الحواسيب بغض النظر ولكن عدم المشاركة في الساحة القتالية ما أسباب الأسباب التي جعلت داعش يغير تكتيكه الآن؟ طبعا هناك أسباب تتعلق بالناحية العسكرية حيث أن عدد الرجال بدأ يقل في صفوف داعش وعندما نقول الرجال خاصة القيادات وحتى المقاتلين بدأ عددهم يقل ثم لا ننسى أيضا أن هناك مشكلة مادي يواجه داعش أنه لا يستطيع أن يدفع المرتبات التي كان يدفعها في السابق وهنا يستغل وضعية المرأة التي يمكن أن تقبل بأي مرتب كان وبالإضافة إلى ذلك هنا هي الحاجة الكبيرة لداعش لأي شخص يقاتل سواء كان رجلا أو امرأة وبالتالي الاعتماد على المرأة في الفترة الأخيرة هو دليل على ضعف عدد المقاتلين الرجال دليل على نقص كبير في الموارد المالية من هنا أسألك إلى أي درجة نتحدث اليوم عن تراجع اقتصادي كبير في فترة معينة كنا نتحدث عن أنه أغنى تنظيم إرهابي في العالم وأيضا عندما تقول لن تقبل أي امرأة أي مبلغ مالي إذن نتحدث عن هزائم التنظيم حتى عقائديا ماذا كان يدعيه صحيح لأنه في السابق كان المقاتلون عدد كبير منهم يدخلون من أجل ما يدعيه التنظيم ومن أجل عقيدة وما إلى ذلك هذا بطبيعة الحال يفضح ربما النواية التي كانت مخفية والتي لم يكن يصرح بها داعش من أن العقيدة القتالية هي الأساس في حربه ضد الخصوب اتضح أن هذه العقيدة القتالية هي تعتمد فقط على الإغراءات المالية وإغراءات أخرى تتعلق بالزوجات الأربعة وغير ذلك وبالتالي عندما بدأت المقاتلات تدك حصون داعش في سوريا وفي العراق وفي سوريا وفي العديد من الأماكن بدأ هذا التنظيم يشعر بالخطر وهو في الحقيقة الآن يقوم بأدواره الأخيرة أنا أعتقد أن من هنا إلى آخر هذه السنة لن يكون هناك حديث عن تنظيمات داعش ربما تتشكل في المستقبل تنظيمات أخرى ولكن داعش بهذا الاسم بهذا التنظيم بهذا العدد المهول من الرجال والنساء لن يبقى كما هو وبالتالي فاعتماده على المرأة هو للحاجة الملحة إلى ذلك وهو يكشف أيضا زيف هذا التنظيم في ادعاءاته الدينية وأيضا في وعوده السياسية بجماعات إرهابية أخرى كيف ممكن أن نسقط ما كان يحدث سابقا في استراتيجيات هذه الجماعات الإرهابية بمناطق أخرى بغض النظر ماذا يعني وصول داعش إلى هذه المرحلة باستراتيجية الدروع البشرية استراتيجية قتاله بالموصل اليوم عشرات الآلاف من النساء من الأطفال من الرجال متى تصل جماعات إرهابية إلى هذه المرحلة يعني هذا يؤكد بطبيعة الحال عدم صحة المقولات الدينية والفقهية التي يدعيها هذا التنظيم عملية احتجاز آلاف من العائلات في الموصل ثمانية آلاف عائلة في الموصل وفي غيرها من المناطق هو يعني يؤكد لا دينية هذا التنظيم بالنسبة إليه يتخذهن كدروع بشرية لأنه وجد نفسه مستهدفا وبالتالي أعتقد أن ما تعيشه داعش هذه الأيام ربما يكون درسا كبيرا للتنظيمات التي تدعي أنها تنظيمات جهادية وهي إرهابية في المستقبل وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على تجنيد المقاتلين مستقبلا ممكان التنظيم الذي سيتخذ اسما جديدا له ما حصل في داعش في هذه الخمسة سنوات أو الست سنوات الأخيرة هو بمثابة يعني أولا درس ومثابة إنذار ومثابة تحذير لعديد الأطراف هو تحذير للشعوب العربية والإسلامية من أن هذا التنظيم لا يمثل للإسلام وقد أساء إلى الإسلام وحتى إلى الجاليات الأجنبية التي تعيش في تلك المناطق والإرهاب سنتحدث لم يجد لاحقا لأنه كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن أنه ربما يظهر داعش أو بتسمية أخرى أخطر من داعش سنتحدث بعد ما ننتهي من الحديث عن الموصل ورقأ أهم معقلين وآخر معقلين اليوم للتنظيم شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة دكتور علي العلاني الخبير في الجماعات المتشددة من تونس شكرا جزيلا لك